شواندس انت بتقولي تقودت من صغرك بقى وانت محتاج كتير بالجوانب الإدارية بتقعد مع الوالد في الجنينة بتسمع للإداريين في النادي لما بتسافر سافرية واضح انه شخصيتك تكونت بالشكل الإداري ده كانت دوافعك للترشح ايه؟ اولا انا بفخر ان انا كنت في 2013 مساند لدكتور مهند مجدي وفي حاملة المهندس محمود طهر كنا بنتعلم ونشوف النادي الاهلي بيضار الزاوية يعني ايه انتخابات ويعني ايه الناس بتقدم للنادي الاهلي ما هو غالي وفي 2017 نفس الموضوع كنا متعجدين برغم ان بيبقى في انتخابات وفي منافسة لكن في الآخر ركوني بياس عن النادي بعد الفوز كلنا بنقف وبنهنق بعض وبنبقى متعجدين داخل النادي النادي الاهلي لو طلبنا في اي حاجة احنا تحت امره خلاص انتهت الانتخابات انتهى التنافس بالشكل اللائق والشكل المزبوط اللي تعودنا عليه داخل النادي الاهلي بيبدأ المجلس يشتغل ما بيبقاش فيه معارضة ما بيبقاش فيه حاجة موسيقى لشخص اي حد كلهم قامات وكلهم شخصيات محترمة وبنلاقي ان في اي موقف بيتعرض له اي حد نتعلم ده من مجالس كتير دايما بيبقوا مسندين النهاردة يعني انا مش عايز استرجع مواقف لكن لما النادي الاهلي تعرض لضغطات كبيرة لقينا واحد زي المانس محمود طهر بينزل بيان انا دعم كابتل محمود الخطيب في رؤيته اي حاجة يحتاج النادي الاهلي احنا تحت امره فيه هو دول ولاد النادي الاهلي هو ده اللي احنا تعلمناه وعلشان كده حبينا ان احنا نقدم رؤيتنا وننزل انتخابات النادي الاهلي بشكل واضح وشكل بسيط برضه علشان اوضح جزئية مهمة جدا احنا ليه ترشحنا فردي وليه احنا سلكنا منهج المستقل برغم ان ما فيش كلمة قائمة وكلمة مستقل في الورقة الانتخابية لكن ده عارف جرى وتعودنا عليه في النادي الاهلي من ايام كابتن صالح بدأ في 92 الحقيقة لانه كان قبل كده المجلس لما كان حصل فيه انقسامات الجمعية العمومية تدخلت وسحبت السيقة كرام حضرتك مظبوط لكن برضه النادي الاهلي عمره ما يكون فيه انقسامات داخل مجلسه والجمعية العمومية للنادي الاهلي بتقدر تكون وعية وفهم المرشح ده نازل هدف ايه هل هو لخدمة النادي ولا هو لغرض شخصي اي وهي صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة في الاتجاه ده ارجع بس لنقطة واضحة احنا شفنا في الترشح الفردي دي بعض الجوالات دي بعض الجوالات بتتجول بقى ما بين اعضاء النادي سواء في كل المقرات كل المقرات طبعا انه هو نادي اهلي واحد اه طبعا ما فيش مكان بيختلف عن مكان اليهاره صحيح هو النادي الاهلي في الجزيرة اقضوا النادي هنا ممكن يروح هنا ممكن ينتقل هنا هو نادي اهلي واحد بكل الحقوق وكل الالتزامات بالضبط لكن ارجع لنقطة الترشح المستقل احنا كان قريبين بحكم واحنا بنشكل رؤيتنا ونزلين للانتخابات كنا شايفين المشهد عنا شهر بنرصد كنا على تواصل بمجلس الادارة الحالي وقامات النادي الاهلي وكبار النادي الاهلي وحكماء النادي الاهلي من المجالس القبل كده واخدنا رأي الجميع وكان موقفنا واضح النهاردة لو ما فيش قوائم قدام بعضها البعض هنسلك المسلك ان احنا نعرض نفسنا على الجماية العمومية لانها صحبة الحق الاصيل طبعا في الاختيار طبعا ما حبناش ان يبقى فيه توجيه او اجبار للجماية العمومية في اتجاه معين لا ده حق مكفول للجميع ده حق مكفول للجميع طبعا ولكن في الجزئية دي انا برضو احنا بنشتغل داخل عمل جماعي في الاول وفي الاخر مجلس الادارة هدفنا خدمة الكائن ده لا يتعارض مع احترامنا لكابتن محمود الخطيب كرمز وكرئيس مجلس ادارة النادي الاهلي وكل المرشحين سواء معالي الوزير العاملي فاروق سواء استاذ خالد مرتجي او استاذ خالد درندالي المهانست خالد مرتجي من تختاروا الجماعية بقى من تختاروا الجماعية لكن كان موقفنا واضح وصريح احنا هننزل الانتخابات دي مستقلين ما لم يكن هناك قوائم ليه؟ علشان الجماعية العمومية ما يكونش فيه توجيه لها مباشر لا هي تشوف رؤية كل واحد اللي يقدر يقدمه للنادي وفي نفس الوقت هي اللي يتحدد مين يجي على كرسي مجلس الادارة مش شهر اتحد يعني اكيد اجزم انا مش مشهور داخل النادي الاهلي انا ابن النادي وابن الكراتي لا بطل طبعا الحمد لله لكن على الجماعية العمومية الجماعية العمومية 180 ألف واضح يعني ما تعرفش عبدالله ما هواش موقف منفصل اللي هو انا نازل انتخابات النادي الاهلي الواحدي وهاخد السبيل احنا اشتغلنا بوضوح وتحدثنا مع كل السادة المرشحين سواء اللي في المرحلة العمرية تحت السن او فوق السن وكان كلام نواضحه صحيح النهاردة احنا نزلين برؤية واضحة ايه المشاكل بتاعت النادي وازاي احنا هنعلكها مش نزلين منافسة لأحد او ان احنا نغلط في شخص حد او نتكلم على حد